يسعد كل اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد اليوم وصفتنا وصفة كتير سهلة وبنفس الوقت كتير لزيزة وان شاء الله انها رح تعجبكم اللي هي وصفة الكفتة بالبندورة طبعا هاي الوصفة ما بتاخد منك وقت كتير وكمان بتوفر جلي وكمان كتير سهلة وتعتبر اكلي اقتصادية اول اشي منقطع البندورة شرائح ومنقليهم والكفتة انا عندي اياها جاهزة فيها بصل وفيها كمان البقدونس بحط عليها شوية بهارات كيجن وشوية معجون بندورة هاي الخطوة اختيارية ازا شبتوا الكفتة جاهزة بتقدروا تضيفوهم بيعطيها طعم كتير زاكي او بتقدروا تستغنوا عنها هلأ منبلش بالصينية منصفة فيها الخضار اللي احنا رح نستخدمها انا هون استخدمت البصل واستخدمت كمان البندورة واستخدمت كمان البطاطا المقلية زي ما انتوا شايفين منحط اول اشي بالخضار بتحت موجودين بالصينية وبعديها ببلش افرد في الكفتة منقدر كمان نشكل الكفتة باكتر من شكل منقدر نفردها بكل الصينية طبعا كله بيرجع حسب الرغبة ازا انا تحت حطيت بصل وحطيت بطاطا مقلية وهلأ على الوجه ضفت عليها البطاطا المقلية وكمان حطيت شرائح البندورة وضفت الفلفلة الحار اختياري ممكن تحطوا فلفلة مو حارة كمان بيزبط طبعا هذا حسب الرغبة هاي الاكلة كتير سريعة يعني بالفرن يدو بتاخد خمسة وعشرين دقيقة عشرين دقيقة بتكون عندنا جاهزة بنفس الوقت كتير لذيذة ممكن ناكلها مع خبز او مع روز انا هنا حبيت انه ناكلها مع روز فحطيت روز مصري غسلته كتير منيح طبعا لازم نقصل للروز كتير منيح لحتى نتخلص من النشا الموجود منه يعني بحس انه النشا بيضر وبينصح وكمان بيضر اللي عندهم سكر مقاومة الانسولين بيضرهم اذا غسلنا ونقعناها لمدة نص ساعة بعدين بحط شوية زيت بحطه بالطنجرة وبحط عليه الملاح ومنضيف عليه المية السخنة طبعا لكل كاستروز كاستين ماي بس انا ما بستخدم عيارات على البركة اول ما يغلي منوطع عليه النار وهيك عندي بيكون جاهز هلأ بالنسبة للمرأة اللي احنا رح نحطها على اللصينية تبعة الكفتة بجيب مي سخنة بحط عليها ملح وفلفل اسود وشوية بهارات مشكلة وطبعا معجونة البندورة اللي هي صلصة البندورة وبنزلها فوق الكفتة ممكن نخليها على الغاز برضو بتزبط واربس حطيتها بالفرن بخليها من تحت تقريبا لمدة 10 دقاية 15 دقيقة او بحمرها شوي من فوق وهيك عنا بتكون جاهزة وصحة و الف عافية اعملولي لايك واشتراك